الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بجديد ولم يخرج عن إطار الإعراب عن القلق المبتذل عقب زيارته مخيم الجذع بمحافظة نينوى الذي يقطنه مهجرون أعيد من مخيم الهول في سوريا الذي وصفه بأنه أسوأ مخيم موجود في العالم اليوم قلق لا يسمن ولا يغني من جوع لدى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين عاين جوتيريش واقعهم ووصفه بالمأساوي وخصوصا آلاف الأطفال الذين نقلوا من جحيم مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجذع حيث يتعرضون للتنكيل بشبهة الارتباط بتنظيم داعش رغم اعتراف لجان النيابية أن الكثير من العائلات فرت باتجاه سوريا هربا من قصف التحالف وهجمات الميليشيات والجيش الحكومي على مناطقهم الأمين العام للأمم المتحدة في جولته هذه اختزل الدور الأممي بحراك يمكن أن تقوم به أي منظمة معنية باللاجئين أو لجنة حقوقية محلية فكانت تصريحاته مقتضبة متجاهلا الواجب الأممي المفترض في الوقوف على أسس أزمة العراقيين عموما بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية الواقع المأساوي في مخيم الجذع لم يمنع قوتريش من الإشادة بحكومة السوداني ووصفها بأنها مثال يجب أن يحتذا به في العالم بمجال التعامل مع النازحين في تناقض واضح مع الصورة المأساوية التي لم يستطع إخفاءها نزحوا العراق وباعتراف اللجان حقوقية دولية يواجهون صعوبات في العودة تتعلق بعضها بالواقع الأمني الذي تفرضه الميليشيات واقع لم يجد له صدا لدى قوتريش أو حرج من أخذي صور مع زعيمي ميليشيات العصائب وبابليون المدرجين على قائمة الإرهاب الأمريكية بسبب ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وهم أنفسهم من يمنعون نازحي سهلينين ومن العودة لمناطقهم وفقا لصحيفة The National لقاء لم يخفي قوتريش فيه ابتسامته يلخص الازدواجية الأمامية في التعبير عن القلق على مأساة العراقيين من جهة وبنفس الوقت دعم المسؤولين عن هذه المأساة ترجمة نانسي قنقر